ازاي ايكم عملي اينا هندر اعطيكم فيديو جديد فيديو النهاردة هنعمل جوالة في التحديث الجديد وفي التحديث الجديد اخيرا فتحوا المحل بتاع الحيوانات الاليفة اللي هو المحل ده غير كده كمان ضافوا مكان جديد بس لسه ورده متفتحش اللي هو ده هو شكله مثلا يكون حضانة للاطفال وكده او لعب يعني هو بين النوع حجر الاطفال المهم دلوقتي بقى نستكشف محل الحيوانات الجديد واتغطوا على زر اللايك لو انتم متحمسين ويلا نبدأ دخلت المكان وده شكل المكان من اوله يعني ده الباب يتفتح ويتقفل عندنا هنا رسمة قطة كده وكلب ومكتوب هنا يعني ده البداية هنا مثلا نكشير واللي بيحاسب يعني ان نتفعلوا الفلوس تمام هنا عندنا السلة عشان لو عايزين ناخد او نشتري حاجات كده خاصة بالحيوانات مهم نستكشف بقى المكان احنا مسكين السلة وطبعا فيه كياس زي ده اوه وحطين هنا لعب تقريبا اللعب ده بنستخدمها او بيلعبوا بها الحيوانات يعني بنلعبهم بها والها كمان وضعيات ده الوضعية الاولى ودي الوضعية التالتة ينحرك الكرة كده ونلعب بها ده اول لعبة التانية لعبة مثلا حبل مثلا بس هي نفس الوضعيات يعني القسم ده كله ألعاب لحيوانات عندنا برد واحد تاني على شكل الدونت واحد تانى على شكل هامبرجر وشكل الارجد هنا لدينا شبه الكراسي ولدينا مثلا لبلغ لون الاحمر لكن لا نقوم باستخدام الحيوانات مثلا القطة والكلب لدينا جهاز شكل العديد و الده شكل العديد و الوردة بلبلغ لون الابيض الآن لدينا الاكل الحيوانات و الدايج و الكلب هذه هي الوضعية الأولى و نرى الوضعية الثانية و هذه الوضعية الثالثة مثلا بناديها للكلبة او القطة هو ده بتاع اكل بتاع الكلاب تمام ودي الخمسة ودي الستة فيه طبعا انواع كتيرة عندنا باب هنا وفيه المفروض نحط مفتاح عشان نفتحه طبعا المكان ده هيكون في اسرار ولو ما لحيتش اقول الاسرار في الفيديو ده عشان ما يطولش ممكن اقوله في الفيديو الجاي احنا الاول بس بنستكشف المكان وبعدين بنقول الاسرار ممكن نقوله في الفيديو ده اقول في الفيديو اللي بعده اه هنا بقى الاطباق هي لها وضعية واحدة بس يعني حلوة وغريبة كده يعني دلقى الضوار نحط فيها الاكل ده بتاع الحيوانات ثم ندخل بقى جوه نشوف انه موجود بعديه اه هنا بقى اظن البيت ده بتاع القطة يعني بنحط في القطة وطوع مثلا فوقي او جوه يعني وفيه شكل تاني برضو الشكل ده حلو يعني هنا مثلا نحط الاكل بتاع الحيوانات ونخلي القطة نصلا تنام جوه وجد شكلهم كيوت طبعا عندنا السجادة الكيوت دي وهو عندنا العبقة بتاع القطة اللي بنلاعب بها القطة وكده اللي هو بنمسكلال اللي هو شبه الفرده وليها الوضعيتين دول حلوين وفيه اشكال تانية عندنا لشكل النحلة وفيه واحد تاني برضو على شكل الدودة عندنا بقى العب تاني برضو للقطة عندنا مثلا ان اللعبة دي اللي هي على شكل السمكة وليها الوضعيتين دول واللعبة دي برضو على شكل الفرده ويدي اللعبة التالتة هي على شكل اكل يعني وعلى شكل السوشي هنا الاكل بتاع القطة اللي هو دراي فود و هناك أيضا ألعاب هنا في هذه اللعبة والليعبة الثانية على شكل الفرق اوه ده الات سر تحت السجدة كنت بغطي على السجدة والات شيء غريبا يعني الات من استخبئة تحت السجدة تقريبا دي بقى طبعا سر ستقوم بقى دلوقتي على جنب هم عندنا باب ويمحتاج مفتاح شن نفتحه اوه سواني نحصت حاجة انا أول ما بشيل منه أي حاجة من جوا يعني شلت مثلا الكيس ده القط هتلاقيه بتطلع ولو شلت منه الصدفة دي او اللي هي على شكل النجمة القطة طلعت برضو نشوف بقى لو شلت الطبق ده اللي هيحصل لا هو ما حصلش حاجة احنا بنحط بس فيها أي حاجة كده جوا وهي هتلاقي القطة كده بتنزل المهم عندنا برضو الاتباقة دي اللي بنحط فيها الأكل بتاع الحيوانات وهنا بقى عندنا اللي هي شبه البيوت كده اللي بيلعبوا فيها القطة مثلا او بيعودوا جواها عندنا هنا الشكل الاول ده شكله كيوت وحلو مرسمة على شكل الفراولة والاناناس الشكل الثاني ده اللي هو على شكل الصبار والشكل الثالث ده على شكل الزرافة مفروض مثلا نجيب القطة ونقعدها كده فيها الزرافة وحطنا هنا سجادة على شكل الصعبان ده اوه شكل مخيف المهم في قسم كده فيه شوية أكل يعني او اسناكات عندنا الجزء ده اللي هو الجزرة بس كورا ما وضغط عليه مش يتفتح يعني برضو لسر المهم عندنا برضو الازاز ده اللي بنحط فيه هو دبيت للهامستر يعني بحط فيه الهامستر جوه شكله حلو عندنا برضو الصندوق ده بس تقريبا ده السلحفة اوه لقيت الهامستر هنا بواو جد شكله كيوت جدا اوه بجد كيوت جدا حطوا هنا كده جوه اوه وهنا عندنا السعبان المخيف ده اوه ده كمان بيتحرك تمام عندنا البيضة بتاعته عندنا الجزء ده اللي هو على شكل الصلحفة بس ما تفتحش لسه وعندنا الصندوق ده بس من فيش جوه حاجة هنا عندنا في الجزء ده شوية مثلا ألعاب او ديكورات كده بنحطها جوه الصندوق ده يمكن نحط ده هنا وده هنا برضو اوه اوه ده شكله حلو نحط مثلا الكنز ده حطوا هنا الجزء اللي بعديه شكله مختلف كده في عندنا البيضة الكبيرة ده يطرى نقدر نفتحها اوه بتتكسر اوه اوه طلعت لنا هدية وكمان كارت كده غريب هنفتح الهدية الاول اوه فهمت المفروض مثلا نجيب بيضة ونحطها جوه الصندوق ده يطرس البيضة مثلا نلاقيها فين اوه لقيت البيضة جوه لقيتها جوه هنا في النبتة دي نحطها هنا ونسيبها بقى كده عندنا الاشكال ده برضو اللي هي بنحط فيها الاكل والشكل ده برضو فيه اشكال يعني غريبة عندنا هنا الصدفة الكبيرة دي بس ما بتتفتحش عايزة سر طبعا وعندنا برضو الاشكال دي شكل المركب الجزء اللي بعديه عندنا هو تقريبا قسم بتاع الاسماك اوه شكله كده لازم فيش السمك هنا عندنا الاكل ده بتاع السمك اللي هي تسر ورا اللوحة دي مفروض نركب الشكل ده هو الشكل ده فين ولو لاحظت برضو ان في اشكال هنا نجمة اللي هي دي شبه النجمة اللي موجودة هنا يعني لو اخدنا النجمة دي ممكن نقدر نحطها مثلا عندنا اول شكل اوه نفحت بجد حطيتها هنا وكان عندنا نجمة تانية برضو موجودة كانت موجودة شفناها اللي هي النجمة دي دي شكلها نحطها فين اوه نحطها هنا لسهنا كده تلات نجوم والاسرار طبعا لو ما قلهاش في الفيديو ده فهنقلها في الفيديو الجاي عندنا الباب ده بيتفتح كده وبتقفل شكله غريب كده المهم عندنا بقى القسم اللي بعديه في القسم اللي بعديه بقى هو باين ان هو مكان للشوار بتاع الكلاب او القطط يعني هو مكان للشوار وعندنا مثلا نلمشت عشان نسرح به القطط والكلاب وما نلمشت شكلهم كيوت جدا بس هنا الحد دلوقتي ما شفتش لكلب ولا قطط بس ممكن لسه هنشوفهم وكمان ده شبه البنيو كده اللي بنحط فيه مثلا الكلاب والقطط هنا برضو نفس الحاجة عندنا نلمشت مثلا والفوت وهنا بقى الشامبو وهنا بقى الشامبو والحاجات اللي بنحطها وهنا حطين صورة قططة وفي الناحية التانية حطين صورة كلب او دلوقتي ده بقى اخر قسم معنا هنا وفيه هنا كده باب فالمفروض بقى هندخله هندغط بقى هنا عشان نودينا الجزء التاني ودخلنا الجزء التاني من المحل وهنا المكان بجد شكله حلو اوه حطين هنا بنت محجبة يعني عندنا الكاريسي دي نقدر نقعد عليها مكان يعني الاستراحة شكله حلو واوه ده المكان بلى هيكون في الحيوانات الكلاب والقطط حطين كمان القطط دي فوق اوه لها وضعية جديدة شايفينوا الوضعية دي اوه اللي نطبط عليها مثلا او نلعبها اوه الوضعية بجد حلوة وهنا عندنا مثلا اقلام واوه الاقلام كيوت جدا والقلم ده برضو ودي تقريبا خريطة او شبه يعني ما تكون خريطة بس هي يعني اوراق كده او تعليمات مثلا هنشوف بقى الحيوانات اللي هنا واوه عندنا الاسماك دي اوه بجد شكلهم كيوت جدا السماك دي بشكلها حلو كده بتتحرك لها تحسها واقعية كده وعندنا القرنب الكيوت ده واوه وكمان عندنا الهمستر واحد كده باللون البني والتاني كده باللون الرمادي وفيه البيضة دي اخيرا لقينا بقى القطة هنا لحظت حاجة اول ما بوقف هنا بيزهر لي الوضعية دي اللي احنا نطبطب مثلا او نلعب الهمستر اللي موجود هنا بجد الوضعية شكلها كيوت جدا حلوة الفكرة عندنا هنا بقى القطة نقدر كمان او نقدر كمان نطبطب عليها كده وهو الشعر مش ببينها لهو يعني نحسس على القطة ده المكان اللي بتقعد في القطة وكمان لها وضعية او نيت خليها تنام وفيه مكان تاني برضو ان خليها تقعد فوق كده ولما بوقف القطة هنا قدام مثلا ان هي عشان تاكلوا كده فبيزهر لي الوضعية دي ان مثلا تشرب مامنشوف اللي موجود تاني عندنا القرانب دي برضو نقدر نحسس عليهم كده ووجودوا الكلب الكيوت ده بس هو جوه البيت هنطلعه كده اووو تلعناه وكمان نقدر نحسس عليه كده ووووووووه الكلاب الزوائر ده شكلهم كيوت ونقدر نحط له مثلا الالعاب دي ونقدر نخليه جوه البيت كده وينام عندنا هنا الكراسي في الساعة على شكل مخالب القطة وهنا كده في صور نقدر نفتحه وندخل جوه المكان ده اللي هي شبه ما تكون حضيقة يعني بس بتاعت حيواناته كده واو نقدر نلعب بقى الكلاب او القطط واو حيوة جدا كمان القطة اصلا لها تعبيرات يعني سنشر الكرة كده لها وضعيات او حركة دي اول حركة ودي الحركة التانية واو دي كده زعلانة ودي لما بقى ما تكون متعصبة شبه الوضعيات اللي انا عارفينها بس عاملنها بقى على الكلاب والقطط هنا بقى ما تكون عايزة تنام هنا بقى ما تكون مستغربة من حاجة او وفي الوضعيات دي وفي ما تكون مثلا مصدومة شوف الحركة دي اوو ديش كده شكلها كيوت جدا والحركة اللي بعديها ودي اخر حركة اللي هي تكون نايمة نفس الحركات برضو موجودة هنا على القطط يعني ممكن نختار الحركة دي واو او الحركة دي مثلا او دي مثلا تكون متعصبة ودي ما تكون حزينة مثلا واو يا عيني بس كده ده المكان كله ومطلق بقى على الشارع وفي عربيات ماشية كده وجاية جماعنا رجعت تاني عشان اشوف البيضة ولقيتها ان هي شكلها تغير بقى ادت لون كده اللي هي تلونت كانت الاول لونها ابيض دلوقتي بقى لونها برتقالي وكمان لاحظت اصلا انه مكتوب في اللوحة يعني خلال 24 ساعة هتتفتح مثلا لو فيه مكتوب كده 24 ساعة لو انتم ملاحظين فهنستنى يوم كامل بقى اوي جماعنا لاحظت حاجة هنا اللي هي شبه علبة التونة كده اول ما بضغط عليها هيظهر لنا حاجات كده جوا عندنا البيضة دي هنبقى نحطها وفيه مثلا ايه الشكل ده افرد نمسك كرة كده صغيرة يطار الكرة دي نلاقيها فين او صادفة طب بنجرب هجرب همسكها اي حاجة تانية ممكننا نمسكها الصادفة دي اوه نفعت شايفين ظهر حاجات كده تحت مثلا نقدر نعمل سلسلة واسورة وشكل كده على شكل الفار ونحلة واحدة تانية على شكل البطة يطرر بقى نعمل ايه اختار شكل النحلة دي اوه كده شكلها حلو نقدر نعمل اشكال تانية وكمان لقيت النجمة دي اللي هي مفروض نحطها مفروض نحطها هنا طبعا فيه اسراء لسه مالتهاش وان شاء الله بقولها لكم في الفيديو الجاي عشان بس الفيديو ده ما يطولش وبس كده وصل نهاية الفيديو تمنى الفيديو كان عجبك ولو عجبك بقى اضغط على زال اللايك وشتركوا في القناة ولو عندكم ايه اختراحات اكتبها لتحت في التعليقات ويا بس كده اشبكم في الفيديو الجاي سلام